ما زلنا أعزاء المستمعين نعيش في بيان المصطلحات المستعملة في علم أصول الدعوة وبعد أن بينا ما سبق يطيب لنا الآن أن نقف على مصطلح أصول الدعوة وكذا مناهج الدعوة أما مصطلح أصول الدعوة فأصل الشيء في اللغة هو أساسه الذي يقوم عليه ومن شاءه الذي ينبت منه وأصول العلوم هي قواعدها التي تبنى عليها الأحكام فعندما أقول أصول الدعوة يعني الأصل والمنشأ الذي قام عليه علم الدعوة وكذا القاعدة الأساسية التي ينطلق منها الدعية أما أصول الدعوة إصطلاحا فهي أدلة الدعوة ومصادرها أقول أصول الدعوة يعني المصدر الذي يتكلم منه الدعية لكافة الجماهير أدلة الدعوة ومصادرها التي تستند إليها وأركانها التي تقوم عليها ولا توجد إلا بها فأصل الشيء هي ركنه وأساسه مصطلح مناهج الدعوة المناهج جمع مفردها منهج ومنهاج وقد سبق معنا بيان المنهاج كذلك قلنا إن المنهاج هو الخطة المرسومة ومنها منهاج الدراسة منهاج التعليم منهاج الأداء منهاج منهاج إذن كلمة المنهاج يعنى بها الخطة المرسومة لفعل الشيء والمقصود بمناهج الدعوة في الإصطلاح وهذا هو ما يعنينا أنها نظم الدعوة ولذلك في هذا العلم علم أصول الدعوة مقرر آخر اسمه نظم الدعوة يعني المناهج المتبعة في أداء الدعوة وخطتها المرسومة لها فيقال نظام العقيد في الإسلام ونظام العبادة ونظام الاقتصاد ونظام السياسة إلى غير ذلك فكلمة المنهاج هي النظام مصطلح أسليب الدعوة وكذا مصطلح وسائل الدعوة أما عن أسليب الدعوة فالأسليب جمع أسلوب والأسلوب في اللغة هو الطريق ما أسلوبك يعني ما طريقتك له أسلوب أي له طريقة فالأسلوب يعني يُعنى بها أو يُعنى به الطريق وفي الإصطلاح الأسلوب هو طريقة الداعي في دعوته أو الكيفية التي بها يؤدي الداعي دعوته كيفية تطبيق مناهج الدعوة إذن أسليب الدعوة هي الطرق التي يسلقها الداعي في دعوته وأما عن مصطلح وسائل الدعوة الوسائل في اللغة وسائل جمع مفردها وسيلة والوسيلة هي الوصلة والاتصال يعني الطريقة التي يتوصل بها الداعية إلى قلوب الجماهير وعقولهم وأفهامهم فالاتصال هو في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به يعني الداعية يريد أن يصل إلى قلوب الناس وعقولهم وأفهامهم فيستعمل أسليب متنوعة للوصول إلى هدفه الأسمى وهو تبليغ الدعوة إلى الناس وأما الأسليب في الاصطلاح فهي ما يتوصل به إلى أداء الدعوة أو ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو مادية أو لغوية إلى غير ذلك كما سنتعرف عليه في مادة أخرى ومقرر آخر وهو مناهج الدعوة المتعلقة بالمنهج العاطفي والمنهج العقلي والمنهج اللغوي أو المنهج الأسلوبي السلوك